السلام عليكم المتتابعين الأوفية كديرين لبس عليكم كشي بيخير أشكت عود أمركم هانيا كي بقيت البنت مع رمضان واللي فناها الصراحة والله العدم الله بقى فينا من الغادي السلام الله يغفر الدنوب الله يغفر الدنوب ويسمح لنا يا ربي العالمين والله يقبل الأعمال لنا ولكم والجميع المسلمين يا ربي العالمين اللهم بلغنا ليلة القدر وجعلنا فيها منا الفائزين اللهم أمين يا ربي العالمين نتحزموا ونزيدوا نتحزموا إن شاء الله لهذه الليلة المباركة اللي جاية إن شاء الله يا ربي العالمين والله يقبل لنا ولكم وجميع المسلمين رمضان ضغية سلا يلا هو اللي فناه وسلا والحمد لله لعمرنا اللي كيدز اللي كيمشي وإحنا ما حسين به لهذا دائما نحاولو نديرو الخير محدنا لقينا الفرصة محدنا قادين لأنو الإنسان محده كيكبر راه كيعية ما كيقدش ما زال يدير حتى شي حاجة ناخدو هذه نصيحة واخهة الفيديو هذا ديال الدعم ولكن ما فيها بس نذكرو بعد المسائل بحال هكذا الإنسان محده كيكبر راه ما كتكونش عندو الصحة لهذا نجتهدو محدنا صغار نديرو الآجر نديرو الحسنات خصوصا في هذا الشهر المبارك الشهر الغفران والشهر العبادة والتسامح وصيلة الرحيم كذلك نجتهدو وفي هذا الأواخر بالأخص ليلة القادر الله يقبل لنا ولكم الجميع المسلمين يا ربي العالمين نتمنى تكونوا كلكم على خير وباخير يلقاكم هذا الفيديو مرتاحين في عقلكم وقلوبكم هذا هو الأهم الإنسان يكون مرتاح في عقله وقلبه لأنه راح تلبل هي كل شيء نتمنى يلقاكم هذا الفيديو مرتاحين في بالكم وبصحتكم يربي العالمين تشاهدوه بكل حب بكل فرح الله يخلينا ويخلكم على خير يا ربي العالمين مرحبا بكم فيديو جديد قناة جديدة إن شاء الله اللي غدين تعموا اليوم إذا أم عثمان نتمنى متتبعين الأوفية تدخلوا عندها تبرتجيوها تشتركوا عندها وتشجعوها بالتعليق دلكم اللي غد تكون من طرف مملكة النساء مع ظهراء اللي يعطيكم الخير كنتمنى لقى التفاعل ديلكم معها في الحضور في العرض اللي غدين تحط مع الحضاش دا بي أنتم ما قد تفرجوا في هذا العرض مع العشرة قد قد اللي أنتم ما مولفيني دائما كنحط لكم مع العشرة دياللي لقد قد العروض كنتمنى تكونوا معي دائما وتشجعوني بالبرتاج واللايكات والإشتركات ديلكم ببرتاجي والعروض مع الأهل والحباب وشجعوا قناة إيزا أم عثمان أختي في أمريكا لأعطيكم ملخير إن شاء الله نتمنى لها التوفيق والنجاح لنا ولكم الجميع المسلمين يا ربي العالمين شجعوها بالاشتراكات وببرتاج مع الأهل والحباب في الفيسبوك في انستغرام في الواتساب علش الله مع الأحباب ببرتاجي وبعضيتنا نديريد فريد ندعموا بعضيتنا علش الله وخحت إحنا قناوتنا بقي صغر ولكن ندعموا بعضيتنا ونشجعوا بعضيتنا لأن القناة كما كان نقول لكم دائما ماشي سهلة ماشي شي حاجة اللي سهلة أننا نطلعوها ونوصلوها لأكبر عدد ديال الجمهور لأن القناة هي الجمهور هي المتتبعين بلا بيكون المتتبعين الأوفية إحنا ما كينينش القناة هي نسها هي الجمهور ديالها اللي كي يشجعوها لهذا نديريد فريد وقناوتنا الصغار إحنا أصحاب قناوت صغار ندعموا بعضيتنا نشجعوا بعضيتنا باش نوصلوا إن شاء الله يا ربي العالمين والله يوفقنا جميع كما أقول لكم مرحبا بكم فيديو جديد إن شاء الله اللي غاد يكون الدعم لهذا القناة الجديدة معنا إذا أم عثمان كانت منتخلو عندها وتفرحوها وغاد يكون إن شاء الله فيه النصائح وبعض طرق ديال الخدمة وبعض الأفكار اللي غاد تفيدكم أصحاب قناوات صغيرة واللي بغادها لبنات ندير لها الدعم مرحبا وألف مرحبا نمرة ديال يراها حتتها في الفيديو تواصل معايا في الواتساب وتصفت لي رابط ديال قناة ديالها إن شاء الله هو يكون خير ندعمه بعديتنا علاش الله باش ما قدرنا ندفعه بعديتنا نشجعه بعديتنا ونصحه بعديتنا كذلك كما غنشارك معاكم اليوم وكما قلت لكم بعض النصائح والطرق ديال الخدمة اللي غاد تستفدوا منها إن شاء الله يا ربي العالمين يبقوا معايا حتى الأخر ديال الفيديو بالتعليق ديالكم المتتالية لأن العرض هو التعليق المتابعة كانت تفرجوا وكانكتبوا لصاحبات العرض باش كانت تبدو أننا معاها وحتى هي تكون معانا ترد علينا تفرح بينا لأن هذه نصيحة البنات نقولها لكم لكي ديروا عروض أولية الله يعطيكم الخير أرحبوا بالناس ديالكم فرحوا بيهم ندرتشوا معاهم لأن المسألة هذه رها ضرورية بزف وبزف نرحبوا بالمتتبعين ديالنا الناس ديالنا ونفرحوا بيهم ونكبروا بيهم ونشكرهم لأن القناة هي الجمهور ديالها هي النسها العرض هو الحضور اللي كي يكون بالتعليق المتتالية كي ما قلت لكم إلا ما كانش العرض فيه الناس رهما كي يطلعش لهذا دائما ندخلوا ونحطوا البصيمة ديالنا قبل ما يبدأ العرض ونحطوا التعليق ديالنا هذه الطريقة هذه كترفع هذا العرض كيتشاف وكيوصل أكبر عدد ديال الناس هذه الفكرة اللي بنادخدوها مني دائما إلى محدود العرض قبل ما توصلوا لوقت دياله وقد ندخلون ديرو التعليق ديالنا ونحطوا اللايكات ديالنا لهذاك العرض باش كيوصل لأكبر عدد ديال الناس غادي يشوفوه يكونوا حاضرين في النفس الوقت اللي احنا حطين العرض ديالنا وكذلك واحد المسألة أخرى نهضر لكم عليها بالنسبة للوقت دياله العرض ما تفوتش انت الساعة لأنه العرض يلفت الوقت دياله انت الساعة كيكون مميل اللي كيتفرج كيمل كيعياء ما يكتب وما يتفرج لأنه الله يكون في العمر رأينا الناس الاخرين كنتبعوهم كنتشوفوا لهم كما انتم ما كتشوفوني دائما حضر معكم لما تتبعني الأوفية اللي كيتابعوني دائما أنا معكم خصوصا في العروض بقنوتي بجوج ويبقى الأمال وبهادي اللي اخدم عليها حاليا مملكة النساء مع ظهراء دائما معكم في العروض وفي الجديد ديالكم كتلقاوا التعليق ديالي لأنه كندير الجرس دائما كيطح لي الجديد ديالكم اللي كنشوفوا في هذه الساعة اللي الله كتحطوه في الدقيق اللولة لأنه دائما محتوى خصويتشوف دقيق اللولة كترفع لفيديو ردوا البل هاد المسألة هدي حتى هي اللي احطينا مثلا لفيديو خصويتشوف دقيق اللولة قبل 24 ساعة باش كيطلع يوصل أكبر عدد ديال الناس هاد المسألة مهمة بزاف بارتجيوا المحتوى ديالكم كتحطو لفيديو في اليوتيوب كل شي مقاد كل شي هو هداك معلي حقوق طبعو الناشر ما فيه شي مشكيل ولا شي حاجة كتبار تجيوا في المنتدى اللي عندكم راها النس اللي كملوا 600 مشترك ولا 1000 مشترك راها المنتدى كي يكون متلوق عندكم اللي ما عارفين اشتريك كيفاش تستغل المنتدى ديالهم راها حطة فيديو خاص طريقة كيفاش تستغل المنتدى ديالكم في القناة ديالي مملكة النساء مع ظهراء شوفوا الطريقة سهلة باش تستغلوا المنتدى ديالكم لمصلحة القناة ديالكم تبارتجوا الفيديو ديالكم اللي اللي حططوه تبارتجوا في المنتدى في الفيسبوك في الواتساب باش بها كيكون عندكم اكبر عدد ديال المشاهدات وفي النفس الوقت اللي كاتي اللي كانوا اكترين على الفيديو راح كيدفعوه كيتشاف كيوصل اكبر عدد ديال الناس وواحد المسألة اخرى غادي نهضر لكم عليها بالنسبة للناس لما كيعرفوهاش دائمان كنقولها لكم وكنعودها التعاليق المحضورة بزف ديال البنات كيسولوني في الخاص اشنا هي التعاليق المحضورة غادي نعود نشرحها لكم البنات هي احلى لايك هي انا جيت عندك انا احطت الجديد اجي عندي اشتركت لك اجي اشتركي لي احلى بصمة احلى وردة هاد الكلمات كلهم كيتعتبروا كلمات محضورة لانها كتعتبر انك اشتركتي عندها وهي خصصها تجي عندك بي انتي باللي انتي يدرتي معها التبادل وهاد المسألة هادي قدر بالقناة ديالك اللي كتبتي لها مثلا من هاد الكلمتها دور الاشتراك ديالك اللي اشتركتي عندها كيتحدف وديالها حتى هي مليك تجي تشترك اللي كرها كيتحدف لويتيوب كيحدف كل الاشتراكات اللي كيتعتبروا انهم تبادل دائما الى دخلنا الفيديو نكتبوه على المحتوى اللي حطاها السيدة دائما نقولها لكم مثلا درت الشهوة قوليها بصحتك لعتك الصحة وصفة زوينة درت فلوغ قوليها شكرا اختي سارتين معاك لعتك الصحة كانت خريجة زوينة استمتعنا معاك بحال هاد الكلمات هادو زوينين كتبوه على المحتوى اللي محدود ما نكتروش ايموجيه في العروض ولا في اللايفات دوك الاموجيه دحتهم مراك يضروا المحتوى خصوصا دوك اللبصيمات اللي كيبينو انكم شتركتوا ودرتوا التبادل نكتبوه الاكتباء تكون احسن اللي كنا حاضرين في اللايف ولا في العرض بحال هاكدان نكتبوه الاكتباء يكون احسن اللي درنا ايموجي نديرو معها شي حاجة ديالا الاكتباء ودوك ايموجيه ما نكتروهمش بزف بزف كي نبعد الناس كنشوفهم كيكتروه الوريدات والبصيمات وقوة ديك ايموجيهات وهاد الشي كيضرب هادك المحتوى اللي انتي حاضره فيها اللايف ولا عرض نحاوله دائما نردو البل للتعليق ديالنا نكتبوه كلمة الزوينين يكونوا قلالين اللي احطينا ايموجين نكتبوه معه شي حاجة باش ما ندرش عملت هادك المحتوى يكون عرضه ولا اللايف ولا اللي كان مهم نحاوله ما ندرش بعديتنا وما ندرش رصنا لانه اللي ضرتي به هادك القناة راح تلقنا ديالك حتى انتي راح تضره ما شي غير هادك القناة اللي انتي حاضره في هادك العرض ديالها ولا اللايف ديالها اللي ضرتي اللا هنا كان ضره قناة اللي احنا حاضرين معها وقناتنا حتى هي راح تكون ضرورة كتكون حتى هي معرضة للحدف المشتركين والنقص السويعات راح الناس اللي كيتشكوه من هاد المشكل هاد النقص السويع وحدف المشتركين راح انتو مالي كتديروا الأخطاء انتو مالي كتجيبوا المشاكل لرسكم برسكم بلما تحسوا بلما تعرفوا من دوك الأخطاء اللي كتديروا كتكتبوا تعليق المحضورة كتكتبوا مثلا أرقام حتى هي را كتدر العرض وكتدر اللايف كونوا دائما ردين لبال الحضور ديلكم في عروض وفي اللايفات راح تدو كل أرقام اللي يعطيكم الخير را كيتعتبروا من كلمات محضورة ما تحطوش الأرقام حطوهم بالكتباء ماشي بالأرقام انتمنى هاد النصائح وهاد المعلومات وأفكار اتنال يعجبكم تستفدوا منها بزاف كانت من أصحاب قناة الصغيرة يستفدوا معي دائما بالمحتوى اللي غادي يفيدكم في القناة ديلكم تاخدوا أفكار وطرق ديال أخدماء ونصائح اللي كان عرفها اللي استفدتها وعرفتها في خلال تجربة ديالي في تلت سنين ديال الضمين ديال اليوتيوب اللي ما قليلاش وما سألاش خصوصا اللي خديت في قناتي الثانية ويبقى الأمال ويبقى الأمال في الله كبير ويبقى الأمال في الله موجود إن شاء الله كانت منا يا ربي العالمين هذه القناة نستفد منها ما زال إن شاء الله يا ربي فرحني بها الله يقبل دعواتي ودعوتكم دعوا معي كي يقولوا دعوات 40 غريب مستجابة والله أعلم دعوا معي البنات الله يدير لي التوي الخير في هذه القناة إن شاء الله يا ربي العالمين لأنه اللي شفت عليها واللي عانيت عليها المعاناة بزف بزف شفت المشاكل ديست عليها تخطيت بزف ديال العقابات بزف بزف ديال الموقف وقعوا لي على هذه القناة ولكن استفدت وستفدت بزف ديال تجارب بزف ديال طرق الخدمة والنصائح ومعلومات خديتهم من هذه القناة لأنه كما قلت لكم الوقت اللي دوزت عليها ماشي قليل وماشي ساهل عامين وأنا خدمة عليها دابرة هاتلت سنين هادي عانيت عليها بزاف وسمعت عليها كلام اللي ضرني في خطري ورجحني في قلبي اللي ما غنساهش أبدا عمرو ما يتنسى ليا لأنه دائما الكلام بحل الحجر صفتنا الحجر ما غترجع بقي إلا قلنا كل مرة ما نرجعها بقي لهذا نوزنو كلامنا نعرفوش كنقولو ونرعي بعديتنا بحل هاد المسائل هادي ما تستاهلش لشن أنا نجرحو بعديتنا عليها لأنه شي حاجة اللي كيخصنا ندعمو بعديتنا عليها وننصحو بعديتنا ماشي نجرحو بعديتنا خصوصا إلا كان كلام اللي كيوصل للصاميم كييجرحك بزاف ما تقدريش أنك تنسي هنتي خدام على القناة ديالك كتجتهدي كتديري مفجه ديك بالأفكار بالتصوير ما سهل هاد شي كاملو ما سهلش أنك تلقاي فكرة أصلا شنو غادي تديري شنو غادي تصوري تكون وصفة يكون فلوغ تكون شهيو يكون اللي بغا يكون كيخصها أنك تلقاي فكرة شمن المحتوى غادي تديري اللي غادي يعجب المشاهدين ديالك اللي غادي يجدب لك المشاهدين والمشتركين كذلك الناس ما يملوش من هادك المحتوى وتكون شي حاجة اللي جديدة ومعقولة ما يضيعوش الناس وقتهم غير هكا كلي هادا نراعي وبعديتنا وما نجرحوش بعديتنا بالعكس نحاولو نشجعو بعديتنا خصوصا لعائلة خاصها تشجع بالنجاح بالاجدهاد باشي حاجة اللي ما يمكنش الناس الاخرين يديروها وتبارك الله ما شاء الله كاي لين معنا السيدة وصلو وتبارك الله عليهم في ديرهم كيخدمو على القناة والدي لهم كيصغروا كيعرفو اشنه يقولوا كيعرفو اشنه كيديرو tunnel لمشاء الله ما قريين ما معلمين ما حتا حاجة ولكن تبارك الله ليهم ما شاء الله ربي يعطهم اعطاهم العقل لان نيتهم صافية اعطاهم العقل اللي كيوزنوا وكيفكر في هاد الافكر هادو اللي زوينين اللي كيعطوا لنا سواء منشهوات ولا من المسائل اللي كيشركوها معنا اللي اعطاهم لخير وتبارك لهم شاء الله عليهم لهذا نشجعوا بعديتنا خصوصا كما قلت العائلة اللي هي كتكون قريبة لهاد سيدة هادي خاصها تاخد بيديها تشجعها تدفعها باش توصل تحس باللي حداها ساند تحس باللي معها الناس يدفعوها ويشجعوها تلقى الخير في القريب قبل ما تلقاه في الغريب كي ما كان قولو غا تلقى الخير في الغريب ما تلقاهش في القريب لهذا احنا نحاولو نلقوه في القريب قبل الغريب نشجعوا بعديتنا ناخدوا بيدي بعديتنا هادو دومين دياليوتيوب ما ساهل شراه سيدة ما كتدير قناته كرامة كنجوش نديروا القناة ويصوروا معناتهم ويصوروا كوزينتهم ويصوروا حويجهم ويصوروا راسهم ويعطيوا الوقت لهذا القناة هذه وخامة عندهم الوقت لله يكون في العون ربا تلبي يطرها شي حاجة اللي صعيبة صعبة بالسف انك يتلقى الوقت للقناة كتكون سيدة عليها مسؤوليات عندها ولدات عندها ملاظر هاد عطيه الوقت تفرح به توجدهم واكلة يلقى ما كنتوا وجدة تحك معاه يلقى ها هي اول حاجة تكون مقادة وبالطحيكة ومرتاحة وكذلك طالفوا لداتها يكونوا نقية نطر تكون نقية كل شي يكون هو هداك المكلة موجودة لا يحسن العون راه هاد شي كامل وراه ما سهل شو خليها عوداني تقبل القناة خصها تشد تليفون نهار ومطل انها تخدم مع الناس تخدم للناس اللي خدمين معاها كيعونوها وفي النفس الوقت خصها تصور مثلا شي هوي لطيبات هادي كش هي واضح المولدار خصه تحط له المكلة سحونة والوليدات كادا ليك خصها هي تصور في النفس الوقت خصها تصورها وهي حطها في الطبيلة مقدة هاد المسألة هاد راكت تاخد الوقت ما نحقروهاش وفي النفس الوقت لوليدات كيستطعوها هاد بقى الخبز هاد بقى يأكل فيهم الجوع الله يحسن العون الله يكون في العون هاد المسائل كلها خصها تجبد خصنا نهضرو عليها خصنا نراعيو هاد السيدة هادي نوقفوا معها نشجعوها هاد القانوات هادو نشجعوهم نزيدو بهم القدام معنا أمهاتنا ديرين قانوات اللحس للعوان بغين يعونوا بها رأسهم معنا السيدات بغي تعاون الزمن ديالها بهاد القانوات هادي تخلص بها الكرات دير بها الحويجة الولادها دير بها الدار ديالها لها دان عاونوا بعديتنا ندفعوا بعديتنا نوصلوا بعديتنا ندعموا بعديتنا خصوصا قانوات الكبار خصهم يدعموا قانوات الصغار ما يتسنى وشا غير تخلصوا منهم إلا كينين بعض القانوات ما كان عممش مش يقول شي كيديروا الدعم غير بالفلوس إلا ما خلصتهم ما يدعموك لهذا كنقول لهم الله يهديكم قانوات الصغار ندعموهم بلا فلوس كلمة الله يرحم الولادين كافية وافية ما كتبع ما كتشرة قدم مادرتي الخير ربي كيخلصك دير الخير تلقاه كما كان نقول دائما وحنا غضي نجاوب بعض البنات اللي كيقولوا لي واشك تدعمي بالفلوس للبنات كلمة الله يرحم الولادين كافية وافية ودعوتكم الغالية غير زعمو مرحبا وألف مرحبا أي وحدة بغا ندير لها الداعم مرحبا وألف مرحبا على رسي بكل صدرين رحب نتقبل التواصل ديالك معايا في هاد النمرة اللي حطت لكم وإن شاء الله صفتوا لي الرابط ديال القناة ديالكم ويكون خير كلمة الله يرحم الولادين كافياني ودعوتكم الغالية الله يعطيكم الخير ومتتبعني الأوفية الله يجزيكم الخير أنتوما مالين الخير والله يكبر بكم كما كتكبروا بيا بتاقتكم فيا وبتواصلكم معايا هادي واحد المسألة اللي كاتفرحني بزف 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 الله يعطيكم الخير وشكرا لكم الناس اللي تواصلوا معايا وصفتوا لي الروابط ديال قنوات ديالهم ودعمتهم الله يرحم لكم الولدين والله يوفقنا جميع عندي يريد دائما نوصلوا بعديتنا ونخدمو على قنواتنا خاصنا البنات اللي بغت طلع القناة ديالها خاصها تخدم عليها نيت وتحزم اللي أنه الشروط ديال اللي يوتوب ما ساهلينش ما قلالش وصعاب أربعة لف ساعة ما يجمعها غير الفم ألف مشترك ما يجمعها غير الفم أخا كنقوله غير ألف فراه ما ساهلاش اللي بنات خصصا في هذا الوقت قد جمعي شوية اليوم اللي أغطي قد تلقيه طار الله يعطيكم الخير ختموه على القنوات ديالكم بالإصرار على النجاح بالمحتوى الزوين بالعزمة والإجدهاد بالجديد دائما نحطو الجديد على قنوتكم محتوى اللي يستفدوا منه الناس لأنه الله يكون في العون كل شي ما عندو شوي فيه نديرو بحساب الناس لكيش ترجعو عشر الدرهم رما سهلاش ما قليلاش ما نحقروهاش الله يكون في العون نديرو بحساب هاد الناس هادو نعطيوهم إلا تفرجوا في الفيديو اليوم ما يتسن ولا فيديو لا غضليه لأنه هذا اللي تفرجوا فيه خدوا منه النصائح وستنتعوا به يعني الفيديو اللي غضيت تحته هو غيكون نفس المحتوى لهذا نتبعوه بعديتنا نشجعو بعديتنا بالتعليق زوينا بالكلام اللي حفزنا بالنصائح إلا مثلا لقيت سيدة غلطت في شي حاجة في الفيديو ديالها نكتب لي ها التعليق اللي عندي الخاص ديالها ندخل نقول لها هاشنو كين هاشنو كين لفيديو مثلا ما فيهش الصوت نقول لها ما فيهش الصوت المهم بحال هاد المسائل هاد نردو لها البال نصحو بعديتنا وخف التعليق ما فيها بس بالعكس هاد المسائل هاد يرا قد فرح اللي كان نصحنا دائما ديروه تاج فقراصنا دائما كنستفدوا منه دائما نديروه تاج فقراصنا ونشكروه ونزيدو ونشكروه والحمد لله الله يلقينا مع ما حسن منا مع الناس اللي يفهمونا واللي نستفدوا منهم دائما واللي يكون لنا ساند في حياتنا وشكرا بزف 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 الناس اللي كيدعموني الناس اللي كيبرتجي والقناة ديالي في المنتدى عندهم كان لقاها بصدفة بعض المرات كان لقا القناة ديالي في المنتدى عند الناس ما كان عارفهم ما كيعرفوني هنا والله العديم اللي دمعك اطيح من عينية بالفرحة بهذا المسألة هذي لأنه يدعموك الناس ما كتعرفهم ويفرحوك بهذا الطريقة هذي شي حاجة اللي ما قليلاش عندي كبيرة وكبيرة بزف لهذا كان شكرهم بزف صراحة كلمة شكر قليلة في حقهم الله يعطيهم الخير جزاهم الله خير الله يجعلها في ميزان حسنتهم مقبولة في هذه العواج في هذه الأيام الأخيرة في رمضان الله يقبل لنا ولكم الأعمال يا ربي العالمين جزاكم الله خير الله يعطيكم الخير والله يوفقكم دائما نديروا الخير وما نعرف منين ربي غضي يفرحنا بحال هكذا لك نديروا الخير في بعديتنا ربي كيفرحنا من جواي أخرين احنا ما عارفين شو الله يجزي كل واحد قلبه الصافي وكيدير الخير بالنيت والصافية والله قبل لنولكم الأعمال الصالحة والله يجعلها في ميزان المقبول لنولكم من جميع المسلمين يا ربي العالمين والله يقدرنا على هذا الخير هذا فعل الخير دائما نديروا الخير في بعديتنا باش ما قدرنا أي حاجة بنت لنا فيها غنديو منها الآجر نديروا فيها الخير علش الله خصوصا بهذا القناة كما كان نقول لكم دائما وكان عاود نقولها نديروا بهم الخير للبنات باش حتى الآجر لأن الحسنات اللي كانت ديوهم رها ما كتبع ما كتشري لبنات بهذا القناة ما نحقروهم مش ما نقولوش راشي حاجة غير دي لوتيوب لا حتى هي فيها الآجر اللي دخلت عند خطك لقيتها يلاح للقناة دعميها شجعيها بارتجي القناة ديالها كتبي لها تعليق زوين تابعيها شوفي لها فيديو وديو لها إلا قدرتي تواصلي معها فالخص علش اللي لا يكون أحسن باش تستفد أكتر وتفديها حتى انت هي أكتر وتتعوني معها باش ما قدرتي والله هو في قناة جميع كانت من الفيديو ديال اليوم يعجبكم وأنكم خذيتوا بعض النسائح وبعض أفكار اللي هي غادي تفيدكم في قناتكم وخصوصا البنات اللي الله بديين واللي ناويين يحلوا القاناة كانت منها تستفدوا من هاد الفيديو وتبرتاجي وتشجعوني باللايكات والشتركات ديالكم والله يعطيكم الخير والتعليق زويني بحالكم اللي كيحفزوني اللي كيشجعوني كيخلوني دائما ندير مفجه دي نقدم لكم محتوى زويني تستاهله اللي تبعوه اللي تستفدوا منه كانت منها تدخلوا عند قاناة اللي دعمت اليوم إذا أم عثمان من أمريكا دعموها شجعوها شتركوا عندها بارتاجي والقاناة ديالها في الفيسبوك في انستغرام في الواتساب اللي يعطيكم من الخير كتروا لها التعليق اللي غا تكون من طرف ماملكة النساء مع ظهر اللي يعطيكم من الخير في العرض اللي غا تتحط معه الحضاش أنا دبا حضرتوا معايا في العشران تمنى هي تدخلوا عندها في الحضاش بالتعليق موضة تالية اللي يعطيكم الخير لقاكم تم ورفعوا لها الفيديو باللايكات ديالكم ززوينين اللي يعطيكم الخير وشكرا لكم على المشاهدة شكرا على التعليق ززوينين ديالكم وكنت تمنى انكم دائما تستفدوا من هاد القاناة خصوصا ديال المنتدى كيفاش تستغله طريقة سهلة كذلك عندي فيديو في القاناة ديال طريقة كيفاش تديروا عرض لأولي طريقة سهلة والشرح واضح بدرجة مغربية ديالنا اللي غادي يستفدوا من هالبناء اللي خصوصا مقارين شو ما كيعرفوش بزف هاتش ديال اليوتيوب وحطت لكم كذلك الفيديو على طريقة كيفاش تحيدوا حقوق طبعو النشر على الفيديو طريقة زوينة وسهلة وواضحة كانت من هاد الفيديو تقول لهم تستفدوا منهم وينالوا يعجبكم وتشجعوني باللايك تديلكم والبرتاج اللي اعطيكم من الخير والاشتراك جزاكم الله خير مرحبا بكم دائما في العشر ديال الليل دائما كنحطيكم المحتوى ديالي كانت من متتبعني القوفية تشجعوا قناة اللي دعمت اليوم إذا أم عثمان عندها تبارك الله إن شاء الله محتوى زوين ومتنوع وقناة زوين تستاهل أننا ندعموها تستاهل أننا نبرتاج ونشجعوها اللي اعطيكم الخير دخلوا عندها في العرض اللي ستضع مع الحضاش دابة بعد ديالي إن شاء الله نلقاكم تم حاضرين اللي اعطيكم الخير ونشجعوها ودخلوا عندها ستضع تعليق ديالها في هذا الفيديو اللي إن شاء الله من هذا التعليق ستضع عندها وتشجعوها إن شاء الله لأنه قناتها تستاهل كما قلت لكم الداعم تستاهل بارتاج نشجعوها نهجمو عليها اليوم والبنات اللي يعطيكم الخير نلقاكم تمام بالتعليق ديالكم اللي ستكون من طرف ملكة النساء في هذا الفيديو اللي قد يتحط إن شاء الله مع الحضة الشعر تأولي أول عرض لها مبروك عليها والله يكمل عليها بالخير نتمنىكم حتى أنتم ما تحزموا تديروا العروض ديركم لأن العروض تستفدوا منهم بزف مزيانين اللقانة وشكرا لكم لأعطيكم الخير تهلور يفروسكم السلام عليكم